الحكمة التي أصل إليها بعد كل هذا البيان الحكمة التي أصل إليها أن أنفت أنظاركم كي تتلمسوا الفارق الكبير بين منطقي رجل الدين الحمار وبين منطقي رجل الدين الإنسان فهذا يساعدكم كي تعرفوا الموضع الصحيح الذي تضعون أقدامكم فيه احذروا من رجال الدين الحمير احذروا منهم لا تأخذوا دينكم من رجال الدين الحمير لا تأخذوا عقائدكم من رجال الدين الحمير أن رجل الدين الحمار يقول لكم عن منهج رجل الدين الحمار من أنه هو هذا منهج رجل الدين الإنسان أما منهج رجل الدين الإنسان الفارق بين الرجلين هو هذا رجل الدين الحمير رجل الدين الحمار يقول لكم عن منهج رجل الدين الحمار من أن هذا المنهج هو منهج رجل الدين الإنسان وهو لا يعرف منهج رجل الدين الإنسان وإذا ما تصدى رجل دين إنسان كي يبين منهج رجل الدين الإنسان فإنه سيحاربه وسيقول لكم من أنه على ضلال أما رجل الدين الإنسان يشخص لكم منهج رجل الدين الحمار ومنهج رجل الدين الإنسان ويقول لكم احترموا عقولكم واتبعوا المنهج الذي تقودكم عقولكم إليه بشرط أن تحترموا عقولكم منهج رجل الدين الإنسان يفخم أمر محمد وآل محمد مثل ما ورد في رواياتهم وأحاديثهم العلماء المرضيون عند أئمتنا يفخمون أمر محمد وآل محمد أما رجال الدين الحمير هم الذين ينتقسون من أئمتنا هؤلاء هم الذين يقولون عن الزهراء من أنها خرجت عن حدود الآداب هؤلاء هم الذين يقولون عن الزهراء من أنها فشلت في مشروعها ومن أن الخليفة أبا بكر كان أذكى منها ولذا فإنها فشلت في مواجهته رجال الدين الحمير هم الذين يقولون من أن الإمامة ينسى ويسهو رجال الدين الحمير هم الذين يقولون لنا من أن الإمامة يرتكب المقروه مثل ما أنا أرتكب المقروه بهذا الفهم السفيه السخيف رجال الدين الحمير هم الذين ينتقصون وينتقصون وينتقصون من أئمتنا رجال الدين الحمير هم الذين يقولون لنا من أن أصول الدين خمسة ثلاثة للدين وإثنان للمذهب ولا يقولون من أن الدين له أصل واحد وهو الإمام المعصوم رجال الدين الحمير هم الذين يقولون لكم من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل صلاتكم ورجل الدين الإنسان هو الذي يقول لكم من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير واجب والصلاة من دونه باطلة فهذا منطق الكتاب ومنطق العترة ومنطق الكتاب ومنطق العترة هو منطق رجل الدين الإنسان أما منطق حوزة النجف منطق مراجعها من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل فهو منطق رجل الدين الحمار نحن نقرأ في أدعية شهر رمضان هناك دعاء يُعرف بدعاء الحج يُستحب أن يُقرأ يومياً عند المغرب مروي عن إمامنا الصادق رواه الكلين في الكافي أُقرأ عليكم من مفاتيح الجنان الدعاء الذي أوله اللهم إني بك ومنك أطلب حاجتي ومن طلب حاجة إلى الناس فإني لا أطلب حاجتي إلا منك وحدك لا شريك لك يستمر الدعاء إلى أن يقول الدعاء وأسألك أن تُكرمني بهواني من شئت من خلقك هذه كرامة يا ربي إذا ما أهانني الناس وأنا في سبيل خدمة محمد وآل محمد هذه كرامة لكن المشكلة أين ولا تُهني الهوان هنا بكرامة أحد من أوليائك بكرامة أحد من أوليائك من أوليائي محمد وآل محمد فماذا يقول مراجع النجف وكربلاء وهم في كتبهم وعقائدهم ومناهجهم يهينون محمداً وآل محمد تدبروا في هذا الدعاء هكذا نقرأ في الدعاء وأسألك أن تُكرمني بهواني من شئت من خلقك بهواني من شئت من خلقك إن كان من الصالحين أو من الطالحين فليكن سبباً لهواني وإهانتي فتلك كرامة إذا كنت في خدمة إمام زماني ولا تُهني بكرامة أحد من أوليائك لا تُورِّطني يا إلهي أن أكون سبباً لإهانة أحد من أولياء صاحب الزمان فماذا سيقول الإمام الصادق إذا كانت الإهانة توجه إلى صاحب الزمان مثل ما يفعل مراجع النجف وكربلاء وهم يتحدثون عن الإمام المعصوم من أنه يحتاج إلى إعداد فكرية أو إلى إعداد نفسية أو أنه بحاجة إلى التجارب كي تتكامل شخصيته أو من أنه يصاب بالغفلة في الجانب العلمي أو من أنه لا يعلم الغيب أو من أنه لا يعرف معاد ظهوره ومتى سيظهر صلوات الله وسلامه عليه أو إلى سلسلة طويلة من الإهانات التي يوجهها رجال الدين الحمير من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل من مراجع حوزة النجف وكربلاء وأسألك أن تكرمني بهوان من شئت من خلقك ولا تهني بكرامتي أحد من أوليائك نلتقي غدا حلقة يوم غد هي أهم حلقات هذا البرنامج أسألكم الدعاء جميعا ونلتقي على مودة فاطمة وآل فاطمة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر